أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن مصر دولة ذات سيادة لافتاً إلى ضرورة احترام القوانين المصرية بشأن إدخال المساعدات إلى خطاع غزة وخلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري طالب جوتارش بإعلان وقف إنساني لإطلاق النار في غزة لحماية وإغاثة المدنيين نحن في بلد ذات سيادة مصر وهذا ضروري لإدراك للإقرار بقوانين المؤسسة المصرية باسم صليء الهلال الأحمر المصري من أجل أن تحويل نقل المساعدة لهذا جانب يجب أن نوفر الوقود لذا يجب أن نضمن وقود كافي في هذه الجهة لأصالهم للمحتاجين لذا واضح للغاية أنه ضروري جداً حل هذه المشكلة في أسرع وقتاً وبسلاسة لتأكيد هناك دعم كبير وإنساني للشعب في غزة للأسف هذه ليست عملية إنسانية عادية هذه عملية في منطقة حرب وهذا هو سبب منشرة لوقف إطلاق نار إنساني إطلاق نار إنساني للشعب في أسرع وقتاً